اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احدى العدوات التي لفتت انتباه الجماهير للعرض انكس دي هي عداوة جوني قارغانو وتوماسو تشامبا ووجود جوني قارغانو في دارة المنافسة على لقب انكس دي يعد نتيجة بهذه العداوة لكن حامل اللقب هو ادم كول زعيم الاندس بيد ايرا فهذه المباراة ستكون من نوع فوزي من اصل ثلاثة وكل مباراة ستكون من نوع خاص توقعنا حفاظ ادم كول على لقب مفاجأة الصيف والمباراة الغير متوقعة بعد اسابيع من سخرية دولف زيقلر من ما حصل لغولدبرغ في عرض سوبر شوداون في جدة حان وقت انتقام غولدبرغ لذلك توقعنا قوز غولدبرغ على زيقلر بعد تقديم مباراة رائعة المباراة الثانية لهذا العام التي تجمع براك لزنر وسترونز والعداوة بين الاثنين مرشحة بان تكون عداوة العام رتم الاثارة والتشويف في قصة عداواتهما يرتفع اسبوعيا منذ عرض الروير الرامبل توقعنا ان سيف ترولنز سيعكس التوقعات وسوف يستعيد لقبه من براك لزنر اتفق المحللين والنقاد على ان بناء مباراة لقب الداوي دابلي في عرض سامر اسلام بين حامل اللقب كوفي كينغستن ومنافسه راندي اورتن هي الافضل خلال هذا العام الاثنين جمعتهم قصة كانت تعتبر منسية وتم استعادتها وحياء ذكرها من جديد وهي مباراة التحدي الاصعب لمسيرة كوفي كينغستن تحامل للقب الـ WWE لذلك توقعنا ان كوفي كينغستن سينجح بتجاوز راندي اورتن ويحافظ على لقبه لتعزيز مكانته تحامل للقب الـ WWE اتفق 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة